انتعار 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 عني انا عوره ما زويت شي غضط ولا ايشي ولا ايشي حرامت زوجت مثل كل البلد ما ينسوا وجوك انت اصلا ها متعيشين بعد اللي زويتين كيفك باب يقتلني طراز من جيل خاص هو تكون في لحظة نادرة هو الذي تمثل في شخصه كل شوط الحياة بما اعتصرت من طيوب وطين جواد الشكرتشي جواد الشكرتشي حصان جموح جموح لا قل لجامك زمامك بيد من بيد اولادي بمعنى انه الاب دائما هو عبد لابنائه الحب يحول الانسان الى عبد اولاده ما بخلته المجبنة ببضبط حديث نبوي ببضبط مين اللي كان صر ظهرك لم يكشر ظهري بعد لا زمان كان حيدر ايه يعني شوف ارجع الى قول امر المختار ان الضربات التي لا تقسم الضرب تقويه مريت بكثير من المحن والمشاكل والنكبات انا دائما اشبه نفسي مثل جواد السباق الذي يوضع امامه بين فترة اخرى حواجز عندما يقفز لربما يكسر ساقه وعندما يكسر الساق يقتل بطلقة الرحمة هل تخشى الهرم؟ لا ابدا لكن اتألم لربما لانه هذه هي الحتمية الحياة هي ولادة وموت ستون عاما هل ملأت الكون اجنحة؟ الله ايه والله فعلا يعني احيانا ما اقرأ ما اقول سبعين عاما ملأت الكون اجنحة احيانا نقرأ ستين عاما ملأت الكون اجنحة كأنها لي انا ولكن احتراما للشاعر الشاعر عبد الرزاق اقول سبعين عاما ويقول اليوم لا زهون ولا مجد ولا شعر لا لا واليوم ها انت لا زهون ولا رفل ولا طموح ولا شعر ولا زجل احيانا يقول ولا مسرح ولا شعر ولا زجل لا اخوة اليوم كل مجد عبد الرزاق لا زال شغل الدنيا ومال الناس صح مال الدنيا وشغل الناس وانا اعتقد هو يعني الى طولة العمر بموت عبد الرزاق عبد الواحد الجسدي وليس الروحي والدهني والشعري سيتوقف الشعر العربي لزمان طويل لا ادري هو نهاية عبد الرزاق عبد الواحد نهاية العمالقة في الشعر العربي حتى هو امتداد للشعر الجاهلي لانه عبد الرزاق عبد الواحد يكتب بلغة شاعرية جاهلية ومعاصرة في آن واحد قل ما ندر نجدها الا في بعض الشعراء الكبار اللي هو مثلا محمد مهدي الجواهري يكتب بلغة شعرية هائلة وبعض الشعراء العرب طبعا اللي ما اذكر اسماهم ولكن اعتقد عبد الرزاق عبد الواحد هو نهاية عمالقة الشعر العربي طيب جواد انت ملأت الكون اجنحت ان تطير باكثر من جناح عدلي عد علي مجموعة من اعمالك التي تراها هي التي طيرتك الى سماع النجومية كثيرة اول هذه الاعمال التي اعتز بها هي ومسلسل حرب البسوس حرب البسوس والهجرس بالضبط اللي انتجتها شركة بابل الانتاج السلمائي اخراج عمون الرسام وتأليف الكاتب وسيناريست ثامر مهدي وكان انتاج عربي مشترك اول انتاج عربي مشترك في العراق من قبل شركة بابل اللي هي قطاع مختلط وكان مشروع لشركة عظيمة مثلت بي شخصية الهجرس الهجرس حقيقة طرحت على مستوى الدرامة التلفزيوني لأول مرة بقوة بلغة عربية جميلة ومع ممثلين مهمين يعني ممثلين عرب كانوا عراقيين كانوا عراقيين امثل طعم التميمي الله يرحمه قاسم محمد الله يرحمه جعفر السعدي الله يرحمه شذا سالم بسام اسماء كبيرة وعلى مستوى العرب كان هناك مثل اسام المشيني الله يرحمه دورك في الحجاج هل هو اكثر وهمية من دورك في امر لا 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 الهجرس كان دوري في المسلسل كان مسلسل 13 حلقة انا ذاك بتلك الفترة ما كان نظام 30 حلقة كان 13 اي على دورة تلفزيونية كان يعرض المسلسل بالاسبوع مرة فيحسبون 13 حلقة على مدى 3 شهر كان مجموع مشاركتي في المسلسل 13 حلقة كانت حلقة ونص كنت اظهر في الحلقة الثانية عشر الى نهاية المسلسل في الحلقة الثالث عشر ولكن اعتقد واجزم بانه كان اهم من مشاركتي في الحجاج بكثير طيب اجواد لو 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 قدنا هل يمكن ان تمثل انت دور الحجاج بحيث تلفت الانظار نعم انا كنت اتمنى ان جسد شخصية الحجاج هل يمكن ان تمثل شخصية عمر لا ماذا انا انا اعتز كثيرا باختياراتي يعني يعني حتى وان منحت شخصية اتمناها ويتمناها الاخرين لا تنطبق لا تنسجم مع عمري مع جسدي مع صوتي ما افضل ما افضل انا ابحث عن الشخصية التي هي تبحث عني تبحث عني بمعنى التوافق في كل شيء في ال ليس في الفكر او في العقل انها احيانا مثل شخصية شريرة لا تتوافق ولكن هناك تكون عناصر مشتركة عمر بن الخطاب مثل شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذت يعني من منذ منذ يعني صباه من عمر السبعة عشر او ستعة عشر سنة صعودا الى هذا يساعد يعني تجيب شاب هو كشاب وبعدين تقدر تكبر بالمكياج العملية التكبير يعني تخلي شيخ او او رجل اسهل بكثير ادماي مثله شاب لكن انت تجيب رجل عمره خمسين او ستين حتى ترجع الى اسباطع السنة هذا اعتقد صعوب وهذه مسألة راحت لان كانوا يعني يعملوها مع النجوم خاصة في نجوم السينما المصرية انه تجيب عامات حمدي مثلا طالب كلية ويحب هذه بعد ما عادت تقنع المشاهد فعمر بن الخطاب لا كان انه تأخذ من حياته من صباه من فترة فتوته الى حد ما توافاه الله هذه مسألة كلش مهمة طيب وان افتراض هاي الاجنحة الافتراضية يعني دورك في مجحي الجناح انا اقول لك انا اقول لك يعني عندي هذا المسلسل حرب البسوس عندي مشاركتي في فيلم الايام الطويلة مهم فيلم المنفذون فيلم العاشق في المسرح عندي محطات مهمة في حياتي اهم هذه المحطات في المسرح كانت مسرحية الف رحلو رحلة كانت مسرحية لو اللي حصلت على جائزة افضل ممثل دولي في القاهرة عام تسعة وثمانين في مهرجان المسرح التجريب الدولي وكانت جائزة مهمة جدا 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 لان اولا كانت هذه المسرحية موندراما اي الممثل واحد واخدت جائزة بال يعني بالاضافة الى الجوائز ثلاثة اخرى فقط يعني لم تمنح الا اربع جوائز من خمسة واحدة حجبت اللي هي تقنية ومنحت لاربعة كانت جائزة افضل عرض لالمانيا افضل مخرج بلغاري افضل ممثل بريطانية وكانت الجائزة العربية الوحيدة اليتيمة في المهرجان هي جائزتك افضل ممثل نعم نسيت دورك في مسلسة اعالي الفردوس في اعالي الفردوس كان هذه رباعية من اجمل الاعمال اللي حقيقة انا شاركت فيها حتى ان في يوم الايام سئلت لانه عرضت اه في اعالي الفردوس قبل ذئاب الليل رغم ان ذئاب الليل صورتها قبل اعالي الفردوس صورنا ذئاب الليل عام تسعين ومنع عرضها لمدة سنة ونستقريبا سنتين الى ان اوروبا اشتغلت خلالها قبل عرض ذئاب الليل في اعالي الفردوس الرباعية بعد ذلك عرضت ذئاب الليل فسئلت انه عن ايهما اكثر يعني محبة مع الشخصية فتحدثت انه انا افضل شخصية شاكر في اعالي الفردوس على شخصية سيف ابو جحيل في مسلسل ذئاب الليل ذكر جغنيت مغنيت انا اختاريته انا اختاريته طبعا هذا المشهد جميل هذا ذكره انه الام اللي هي فاطمة الرباعي الفنانة القديرة والكبيرة تطلع امي ترفض او تتفاجئ من فكرة انه انا ارتبط بانسانة يعني راقصة او الى اخره فكانت ترفض هاي ليش لان هي من عائلة راقية وهو شاكر نفسه كان جندي مغوار جندي عنده انواط شجاعة لكن مع الاسف بعد الحرب يجد نفسه هو امه في غرفة يسكنون في منطقة النهضة في بيت مثل الخان ها وهو معوق اعرج نتيجة الحرب ويجد نفسه يبيع الخردة السكراب ها وطبعا عمل بلا ممكن اتغنيني انا اذكرني اذكر انه لما يرفض امه يزعل يتألم كلش ويطلع الشاكر فيروح يشرب يشرب الى حد السكر يفقد فلما يرجع ويجد امه ميته بعدين فلما يرجع يرجع مترنح في ازقة في منطقة العمار ليست ذكر صورناها فاقتراحت على نبيل نبيل يوسف المخرج انه يرجع هو يغني باغني اول ان هو منتشو ثانيا اغني تعبر عن ألمه فقال لي ايه ليش لا قال لي انه المشهد طويل راح تجيبه انت في هاي الدرابين الممرات خلينا اخذها يغني قال لي اوكي يا اغني قلت له اغنيها تحسين نعمه رديت اذكرها فالغني بالضبط تقول رديت رديت وعيوني تخوت حيرة ونادم رديت وجدامي تخوت حيرة ونادم رديت وعيوني تخوت قبل القلم رديت لحشاياتنا العايزها باس شلمة صيدق ونور رديت عالبيبان 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 باب باب بديك رديت وش رديت لكن انا شلمة نعم جواعد اقولك شي بمسلسة اعلان حرة حب اعلان؟ حلقة الاخيرة عندك كم حركة سويت فيه انا مرة قلت لك وقلت لي نعم غلادت شخص؟ انا دائما شوف انا اتحدث عن اسلوب الممثل كل ممثل عنده اسلوب انا اقول انا والحمد لله اولا تتلمذت على يد اساتذة كبار عدهم والله عدي بالقليتي وهذا معلمي واستاذي بهنام مخايل فاض القزاز فاض القزاز فاض القزاز فاض القزاز